برحب بحضراتكم مرة تانية وخلوني أبدأ مع حضراتكم بخبر مهم جداً الحقيقة بيعكس الدور المجتمعي للنادي الأهلي داخل المجتمع المصري دور البطل الدور البطل اللي مش بيقتصر بس على الرياضة ولا الكرة كابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة بالنادي الأهلي وكابتن محمد الشناوي كابتن الفريق طبعاً وزميله سعد سمير وأيمن أشرف ومحمد مجدي أفشا كانوا في الزيارة الحقيقة النهاردة الدهر لمستشفى الناس لعلاج الأطفال وده انطلاقاً من الدور المجتمعي والخدمي اللي بيقوم بالنادي الأهلي واللي بيأكد قد إيه الحقيقة أنه ده دور البطل ودور القدوة كان في استقبال وفد فريق الأهلي اللي ترقصه كابتن سيد عبد الحفيز الدكتورة أنيسة حسونة رئيس التنفيذي المستشفى ومحمد فرغلي المدير العام لمؤسسة الجود ومحمود البربري مدير المستشفى والحقيقة يعني كانت مشهد رائع زي ما بنشوف السور دي أحمد يمكن كان فيه حرص كبير جداً من وفد النادي الأهلي كابتن سيد عبد الحفيز ونجوم الأهلي أن هم ياخدوا جولة في المستشفى تفقدوا فيها كل الأقسام والإعادات الخارجية بالإضافة كمان لوحدة الأشعة ووحدة العناهة المركزة والحقيقة وفد النادي الأهلي يمكن أشد بشكل كبير بالإمكانيات المتميزة اللي بتتمتع بيها والخدمات اللي بتقدمها مستشفى الناس وكمان طرق العلاج الحديثة اللي سهمت فيه شفاء كتير من المرضى سامع وفد النادي الأهلي لشرح تفصيلي من دكتور أنيسة حسونة رئيس التنفيذي للمستشفى عن كل الخدمات الطبية والعلاجية اللي بتقدمها المستشفى لعلاج الأطفال وفقا طبعا زي ما قلت الحالكم لأحدث نظم العلاج العالمية وده يعني أفكر حضركم أنه نادي الأهلي كان وقع وبالفعل بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس في نوفمبر اللي فات وده في إطار طبعا دور مهم جدا بيقوم بين نادي الأهلي وبيأكد عليه في كله مناسبة دور خدمي ودور مجتمعي بيقوم بين نادي عشان الحقيقة يكمل نجاح المنظومة بتاعته وبنتكلم على الحقيقة صورة ليق بنادي القرن وقدوة ومسألة أعلى يحتزى به نتمنى الحقيقة نشوف النموذج ده بيتكرر في كل الأندية المصرية